الخرطوم تتابع بكل ترقم الجلسة التي ستكون بعد ساعات من الآن لمجلس الأمن الدولي حول سد النهضة وزيرة الخارجية السودانية تجري العديد من اللقاءات في أروقة مجلس الأمن في نيويورك كما قلنا التقت بالأمس بالمجموعة العربية المكونة من لجنة مصغرة تضم مناديب المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب وأيضا العراق هذه المجموعة تتابع تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية صادر في منتصف يونيو الماضي في الدوحة بخصوص مساندة جامعة الدول العربية للسودان ومصر في مطالبهم العادلة بالحفاظ على حقوقهم المائية وزيرة الخارجية السودانية أيضا التقت بالمجموعة الأفريقية وتحدثت عن أن هذه الجلسة لمجلس الأمن ستعزز المسار التفاوض الأفريقي وستكون هناك مفاوضات بضمانات دولية فيها ضغط على أثيوبا للوصول الاتفاق قانوني وملزم بشأن مل وتشغيل السد أيضا وزيرة الخارجية التقت بمندبي الهند وأيرلندا كل على حدة وهما الدولتان غير دائمتين عضوية في مجلس الأمن وتحدثت أيضا عن موقف السودان ومخاوف السودان حول صد النهضة في ظل المضيف ملئه وتشغيله دون قانون أو دون اتفاق قانوني ملزم تفهمت كل من الدولتين موقف السودان ووعدت بأن تدعم موقف السودان في جلسة اليوم في مجلس الأمن الدولي إذن وزيرة الخارجية تتحرك في غضون هذه الساعة القليلة قبل الجلسة للحصول على أكبر نوع من التأييد لموقف السودان والوقوف مع مخاوف السودان المتمثلة في الأخطار الكبيرة التي يمثل سد النهضة في ملء وتشغيله على المشاريع المائية السودانية وعلى سد الروسيرس وعلى السكان الذين يقتنون على ضفاف النيل ترجمة نانسي قنقر